موسيقى وعندي أغلاق القرار والبكاتة فاسباح ماليا لأيلم معاكم بجغة الأخ والزميل والأرض والصدق أنا جاي المهاردة مش هنتقرر اللي كان اللي دراسناه فاللي كان في الكتب المفترن الخطوع المفترن هي جاي المهاردة عوزين التعامل مع علم المتفعين الحياة اللي احنا فيها ديما اللي احنا دراسناه كان ايه واللي هاي واحنا عاوزين نكون ايه المستهدف من اللقاء ده ايه نقعد مع بعض متعرف متماقش حوار الزملاء حوار الاخوة حوار الأباء على الأبناء عاوزين نقر بايه ايه المنتج اللي انا عاوز اسوقه للسوم بالتعامل والتعامل عاوز اطلع المنتج مؤنية رجل متمكن نصف متمكن نصف متعين المادة اللي هتقرب من تحتئين دي من تحتئين زملائي شكلها هاي حق حق المجتمع عليه ان انا خرر لمادة شكلها هاي مادة تضكت الفهم وتعمل الفكرة وقابل مبلغ محاضرة كنت في اسكندرين من حوالة هالت ايام بالك المحاضرة في اهلات نايفة فكان موظومها المفهوم المقاصي لعلم الحياة احنا عاوز نتعلم عاوز نتعلم انا كمحامل كرام القضاء دوري فهم المنصف الشكل ازاي فوجدت ملاحظة جديدة بالاعتبار نزلت عليها بص امبارح جي لعليه المهاردة مئتين وعشرة العديد مئتين وتسعة متح وواحد سب وشك بلا حيات هبصوا الان بيستجي ووش تبدأ لأيدي محاضرة نخليها البصد كان عيبان عين معلموا احظروا الخلط بين فهم النصوص فهم النصوص والنصوص احظروا الخلط بين الفقه والشرع فليس كل ما يقوله الفقه هو الشرع وإلا كنا توقفنا عند زمن معين عند زمن متن الكبار أبو حنيفة ومالك والشافعين الليس وخلافه فإن كل زمن الجاي فليس كل ما يقوله الفقه هو عين الشرع لا ومن هنا وكنا ما درس لكم في الفقه ومقصوله وكنا هذه المادة الهدف منها أنك يا رجل القانون تضطق الفهم فالفقه لغة الفهم افهم قبل معطلتك الأحكام أنا لم أقولك المهمة هلاقيت وكذبت فهواتز مواتركم مئين وعشف تعليم هذه تعليمين هم هنا القبر جايب تناقش مع إخوان المحامد ومنهم هتكلم معهم فهم بالطبع أن في جامعة الأصغر وانا المجستير والدكترامي تقو القيارة لكن في جامعة الأصغر احنا جدرس كل العلوم وبصفة رئيس قسم مؤصلة بالجذب الشرع حتى أن انا عقبت المذكرة كويس أكتب حكم كويس هتناقش معك إزاي؟ فما أجل النهاردة أتكلم معاك في مجال القضاء القديري أتكلم معاك من أقرر ما كانت والل هو لك التقراءات العملية كيف تبدأ في هذا المجال؟ تبدأ في مجال القضاء الإداري إيه؟ إيه بيج أنت عرف عن القضاء الإداري درس إمت اختصاصاته؟ اختصاصاتك مجلس الدولة طيب درسنا دور مجلس الدولة في الإلغاء والتعريض ووضيف إليه التأديل لكن فيه حالات جديرة استجدت فيه أمور سحبة من القضاء ودي أنتوا لازم تبتغطوا نظر إلينا وتشتغلوا فيها كويس جدا قانون الرياضة قانون الرياضة سحبة وهما سابت قرار الإداري لا مبقتش الطعم فيه أمام مجلس الجنة بقى الطعم فيه أمام اللجنة من فقدامنا كوينة وليه شكل معين؟ إذا لازم تتنقش معاكم في قانون الاستثمار الرياضة ده أصبح النهاردة الرياضة بيزنس وسوب تم تتخصص فيه وتقرأ فيه كم واحد من الناعدين عنده علم من هذا القناة؟ كل كم واحد يشتغل فيه؟ كل كذلك التحكير والتسوير لازم نعرف هذه الأمور قبل كل هذا وقبل ما تكون في الموضوع دائما أن تكرروا القضاء واقف لديك دور في المجتمع سنة أولى درستناك نظم سياسية ودسكورية ودرست لك عن هذا الاقتصاد سياسي سمو مالية عامة تشريع ونظمات دولية وقانون دولي لماذا؟ علشان ماذا؟ أنت هكون صانع تشريع وتصنع قانون وتحل القرار تشريع وبناء علي المحام الناجح أو رجل القضاء الواقف الناجح الذي يكون قارئ للمجتمع قراءة جيدة قبل ما تلفظ المفردة أكون قارئ البعد السياسي للكلمة اللي أقولها أنت المحامي بالذات أكون قارئ البعد الاجتماعي للكلمة قضرة للمساني أكون قارئ البعد الابتصادي محلمش أنا فين؟ وقف فين؟ وبناء عليكم محل أو أسن قانون أو أساهم في إخراج قانون يجب أن أكون قارئاً جيداً للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية هذه النصيحة للزملائي ثاني حالة أن أنت بيحكمك في الحكم على الأشياء التصور الضقيق للحالة فكما يقول فقهاءنا الحكم على الشيء فرع عن تصوره أوعى تحكم على الشيء بناءً على السماع أو بناءً على رؤية واحد غير مبصر وده لي سند أو على كلام واحد عنده حجة أقوى منك وده لي سند شاوع ما رسول صلى الله عليه وسلم قولنا إليه إنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض أقوى شوي فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له شيئاً فلا يأخذه إنما أقضي له قطعة من النار تاني حالة عشان أدخل في موضوعي علمنا ألا نريع أعيننا ما لم ترى يقول أول قطعة لا تريع عينيك ما لم ترى ولا تسمع أذنك ما لم تسمع ولا تقول رأيت ولم أرى أو سمعت ولم أسمع شوف الأداب أداب رجل القضاء الجارس وأداب رجل القضاء الواقف مسؤولية وأمانة الكلمة ما يقولش المهاردة عام الضعب ده إنسان بيهلفت ده إنسان بيقول أي كلام لا ده درست القانون درست السياسة درست الاجتماع فيجب أن تكون مسؤولاً في كلامك أدخل على موضوعي هذا هذا النصيحة أنا أتكلم مع زملائي أنا وردت بخاطر وأنا جاي من العربة ده وشفت براجل المصر لقيت الأخ المحامي اللي بيشتيني اشتيمة ليه؟ وانترك القانون ده ما جاتش من المئتين ودسعة ليه؟ لأنه وعا مش فادي مش دادي على كل وما ليه نبتالي بقى في الموضوع القضاء الديدي أنا بحاجة بقى في القضاء الديدي دا حكي بيه؟ ها؟ بحكي بقرار وليه؟ مش فيه خصومة بين فرد وجماعة طيب في القضاء العادي الخصومة بين مين ومين؟ أفراد بالصحة طيب في القضاء يداري؟ دا فرد وجماعة طيب؟ ومجد نقارد أنا إذا أختصم إيه؟ قرار طيب إيه شكل القرار؟ ما فيه قرار؟ تنهيه؟ وفيه قرار من أهام؟ شكل إيه؟ فما هو مفهوم القرار؟ أحد فاكر؟ طبعاً لا أنا فاكر أنا مثلكم كده في الإصابة من واحد ثلاثين سنة ما يبقى فيه قرار؟ إفساح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث قصر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوني إفساح إرادة الإدارة بتطلع المظهر الخليجي بتاعها بتطلع قرارها عن إرادتها إيه؟ الاختيارية ولا الإلزامية؟ الإلزامية طلع قرار بتعيينك هتطلع قرار بتخطيك في التركية هتطلع قرار مفصلك إذا أفسح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إيه؟ تحداث أثر قانوني معين يشترط فيه أمري يشترط فيه أمري الإمكان والمشروعي الإمكان والمشروعي يا عجل أن يكون قرارك مشروعاً وعندما أقول قرار مشروعاً يعني لا يصطدم مع إيه؟ بالتمرر كده إذا لا يصطدم مع إيه؟ ها؟ مع القانون أو مع الدستور؟ مع القانون وبدوره القانون لا يصطدم مع إيه؟ ولا إيه القرار لا يصطدم بإيه؟ بالليحة؟ ولا بالقانون؟ ها؟ ها؟ هل درستوا اللوايح؟ ليس اللوايح دي بتعملها السلطة التنفيذية؟ من خلال القانون إذن لا بده أن يكون القرار متفكة مع الليح؟ والليحة بنورها متفكة مع إيه؟ مع القانون؟ والقانون بدوره مختلف متفك مع إيه؟ مع الدستور؟ إذن أنت الأستاذ يا محامي لما جيلك عضية ما تضع أمامها عضية في مجال التعليم وأضرب لكم أمثلة طلع أمامك قوانين التعليم؟ ويس طب أنا أتعامل مع مين؟ متعامل مع حكومة؟ طب إذاً أنا لازم يكون عندي إيه؟ نظام العاملين مديمي الدولة؟ ما هي حاجة صدرت؟ آخر حاجة صدرت بشأن نظام العاملين مديمي الدولة؟ القانون كام؟ واحد وثمانين ستاشر إيه جماعة؟ ما تشاركوا معنا عاوز حوار؟ عاوز عصف ذهني؟ فكر أنا بعرضوك آخر القانون صدرت بشأن العاملين مديمي الدولة إيه؟ واحد وثمانين ستاشر ما هذا صحي؟ طيب أنا أما أتكلم مع موظف عام لا يخضع لكادر خاص سواء كان الشرطة أو القضاء أو الجامعة أتعامل مع أي قانون؟ أتعامل مع أحد وثمانين ستاشر لا طيب يخضع للجامعة أتعامل مع تسعة واربعين واثنين وسبعين أو مية وثلاثة وواحد وستين خاص بالأزهر لا يتعامل مع القضاء لا يتعامل مع الشرطة قانون الشرطة قضاء إذن دين كنت جمع دين لستة؟ أو مجموعك أنا جنبيك أنت كمحامي تقرأ فيها قبل أن يجيلك الموكل بتاعك وتاع أنت هتتكلم في إيه وتكتب في إيه أنا ليس جيد مهاردة تاخد رخصة عشان تطلعوا محامين وتمارسوا محمان لا سواء ما رست أو ما مارستش أنت رجل القانون يعني الرجل الفاهم في البلد أنا كنت كلها عملية وفي أركب كلها عملية ستة ودخلت القانون حاجة شديت من القانون ورغمت والد يا باب حبي هذا القانون اشتغلت الشهار اشتغلت أستجامعة وأنا قدامك ما زلت بتعلم كل يوم بس لديك حال البيت فإذا أنت رجل القانون اعتزب أنك رجل القانون اعتزب أنك لسان حال الغلابة والمساكين لسان حال المظلومين لسان حال المقرورين لأن يمشي أحدكم في قضاء حاجة أخيه يقضيها له أفضل لهم أن يعتكف في المسجل للنبو الأربعين عام شوفوا يقضيها هو ده فهم الحياة إذن هنا عرفت القرار الإدالي لكن القرار الإدالي لابد أن يكون ممكنا مش مستحيل مش أقمر أو أطلع قرار بالاستحالة المستحيل تنفيذه صدق للقرار بتعيين كل خريه وكليات الحقوق وكلاء نياته ينفع أطلع قرار الإدالي هل ده ممكن؟ أذكره في شيء باستحالة لابد أن يكون القرار ممكناً مشروعاً لا يستضم على إحدى وبدو لي مع لا مع قانون ولا مع نسل طيب صدر القرار الإدالي صحيحاً وماذا لو حجبت الجهة الإدارية صدور قرار ليس أطلع قرار أتعامل معي كيف؟ أتعامل معي كيف لو الجهة الإدارية قالت ليس أطلع على القرار؟ وهل الحالة دي زي الحالتين دول من حيث الموعيد ومن حيث إدراقات رفع الدعوة؟ طبعاً بيختلف الحال ومن هنا ثم بعد وما تخلمت بهذا الموضوع أقول يمكن أن نحصر الموضوعات التي يمكن أن نتكلم فيها في مجال القضاء الإداري في قضاء الإلغاء اكتبوا معي الإلغاء التعويض التأديل هذه التالة دعاوة قضاء تعويض تأديل الله هو اللي قدر إداري بيدي عقوبة أيها الله قضاء التأديل الجديد ده بقى الاستجد والاسترق في 2017 ودور النيابة الإدارية تغير ومن اللي يفضل ورا الدعوة وانت كمحامل تتعامل كيف مع الحالة؟ تتعامل كيف مع التحقيق؟ تتعامل كيف مع الطعب؟ حضرت مجل استأديل لموظف عام سواء رجل الشرطة، رجل قضاء، رجل جامعة، رجل عاجل حضرته من مجل استأديل تتعامل كيف مع المحكمة؟ مع المحكمة؟ ومناسبة يا أولين أبل الشباب؟ مجالس التأديل بمثابة محكمة أول درجة يطعن على قراراتها فين؟ حدي عارف؟ مين نفس الدول؟ فين؟ هدي ري العلي يعني المسابة ايه؟ محكمة ايه؟ قضاء ايه؟ مجالس الساديل ما سواء قضاء ايه؟ 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 وابتطعن على قضاء ايه؟ 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 اذا هي المحكمة؟ ايه؟ طيب أنا بقى كابتتتعامل معي كمحكمة شكلت ايه؟ وانت ايه؟ هنتخد مجلس التأديل تجري عضو الجزبورة موجود؟ العضو كان مش موجود الله طيب الشكل اكتمل؟ ايه؟ هنا بقى ملاحظة دقيقة انت زي انت محكمة؟ ها؟ بقى انت تلاحظ الامور الشكلي وتلاحظ الامور بعد كده الموضوعية ازاي تتعامل معاه؟ وهضرب لكم مثال حالة؟ صدر قرار بتعيين رئيس جمعة خاطر وحسن القرار والقرار بيتحصن في الموضوعية كم؟ عاوز اسمها السوت القرار بيتحصن في الموضوعية كم؟ ستين يوم الله يعني القرار اصبح محصنا لا يجوز لي نرءا فيه متى يجوز تتعامل في القرار حتى ولا يقصن؟ حد يعرفته؟ ها؟ اذا كان القرار منعدم اذا كان القرار ايه؟ منعدم انت غررت بي انت غررت بي وانت بتعرض علي وبالتالي عليك اصدرت القرار بناءا على ايه؟ على المعطيات اللي قدام فكيف اطعم عليك؟ فكيف كان في القرار اللاقي الاداري اقول المفترض انني بعرف الاجراءات القضائية الاجراءات الادارية ودي اهم حاجة يجبني اعرفها المحامي المفترض ان نتكلم عن دعاوة التحكين دعاوة الاستثمار وبهذه المناسبة اتعشن بإذن الله اذا قدر واسزتنا موجودين ان احنا نأتي بعد المحاضرة اللي بي اجيب لكم معي قانون الرياضي ده بقى شغل البيزنس لا عوزكم تتخصصوا فيه مش تخصص فيه شغلك الشابي اقرأ فيه لان الوضع اختلف خالص سجراءات الرفع بس الموضوع خمسين الف جن الاجراءات الرفع بس عشانا قيادة متعمق في التسوية والتحكين مقرأة هذا مرأة عن المحاكم الاقتصادية كام واحد فيكم تعالي مع المحاكم الاقتصادية نشوف مش هنتكلم عن قرار الادارة الدولي هنقرأ عن تحضير الدعوة الادارية كيف احضر جالك واحد كده قالك يا ركوة استاذ انا اتفصلت من شغل يعني ايه كيف تحضر الدعوة كيف تحضر الدعوة الادارية لازم نعرف كيف تكتب مذكرة قانونية نرد عليها نشوف نتعامل ازاي وانتوا عارفين مجلس الدولة المرافعات فيه مرافعات ايه فيه مرافعات شكوية كتابين مذكراك كتابين كيف تتعامل مع ابا عامل فيه حرفي في التعامل هو بيعاملك باسلوبه انت تتعامل باسلوبه كيف اعطى على قرام مجلس الدولة وكيف اجدت وديه يجب ان نتبه الى كويس جدا جرستم كيف تكتب؟ في القرار الاداري امتناع السلبي امتناع الادارة السلبي انا راجل مشيت انت فقط اصدرت اياه الادارة قرار بتخطية في التركية بتخطية في التركية الدور اللي انا بعمله يجب 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 ان اتظلم من القرار في الموعد تاني الموعد ستين ايه يومي طب تظلم هنا عمالنا ايه قطع المدى ما قطع عاش قطعها طب تظلم هنا وجوبي ام ام اختياري انا اعرف لو تظلم وجوبي تظلم ايه لازم تظلم شكل التظلم ازاي نعرف ايه مهم ايه جماعة اصحابنا صدر اصدروا القرار الجهة الادارية بتخطيك في التركية بعدم تعليمك بتفصلك ثم امتنعوا من الرد عليك او امتنعوا من اصدار قرارك اعمل ايه بساميه امتناع سلم امتناع الادارة السلمي عن اصدار قرار لا يتقيد الموعيد ما فيش موعيد ما فيش ايه موعيد لا لا ده هذا اعرفك بيجيب الموعات بيجيبوا بتتكلم عنها كما انك بتتكلم في القضاء العادي عن طرق الطعن في الاحكام فبتقول الطعن بالاستئناف الطعن بالنقط ها؟ كذلك تتكلم في القضاء الاداري كيف اطعن على الاحكام حكم الصدر المحكام الاداري اطعن فيه فيه حكم الصدر المحكام القضاء الاداري اطعن فيه عن قدام مين حكم الصدر من الاداري اعمل ادعام عزي حكم الصدر المحكام القضاء الاداري انا اقدرست طرق الطعن في الاحكام امام القضاء العادي ندرس طرق الطعن في الاحكام امام القضاء الاداري انتو عارفين تماما اختصاصات نحاكم مجلس الدول اسكر منها الحاجات التي تعرفوها المنزعات الخاصة بالمرتبات بالمعاشات بالمكافأة المستحقة للموظف العمومي الموظف العمومي وهنا يحضر النسويات طبعا هي ضمن الدمعيات والنقارات ما احكاها ان قبط المحامين نقبط المحامين رفع الدعوة نقبط المحامين طعنت على قرار هل طعنت على القرار بصفتها بصفتها ممثلة للمحامين ولبصفتها الشخصية واحد فينا أحد النسوي سبب أحد المحامين ماذا تعرض له؟ انت بشخصك النقابة بصفتها ممكن تعرض لكم باتنين ممكن تعرض لكم باتنين ممكن تعرض لكم ممكن هم تعرضوا باية؟ بصفتهم وأشخاصهم وأنت تعرضوا باية؟ بأشخاصهم في واحدة ولا بيش واحدة؟ في واحدة، هنعرف ازاي الطعن على قرارات النقابة أصدرت قرارة كيف أطعن على قرار النقابة؟ وغايف أطعن على قرار الجماعية؟ وإيه فان من دولة؟ اتنين بيختص مجلس الدولة في الطعن على القرارات الإدارية النهائية ومقول نهائية يعني القرار التمهيدي مليش الحال يصدر القرار الإداري نهائي مش تمهيدي ما هنفرق عنده وده اه ايما أنا زعان في الضرائب دعوة الدنسية القرارات اللي بيرفع الموظفين لإلغاء القرارات التأديبية النهائية قرار تأديبي تب ليه ما قلتش حق؟ ها ليه ما قلتش حق؟ هل الجهات مخرى تصدر قرارات تأديبية؟ هل يمكن الجهة الإدارية التي أنتم إليها تصدر لي ضدك قرار تأديبي؟ ايه قطع عليه ازاي؟ طب لو أصدرته المحكرة قضاء التأديب أسميه ايه؟ قرار الرفق قطع عليه ازاي؟ ها قطع عليه ازاي؟ طب لم أطعن عليه قطعن عليه بصفتي القرار يتقيد الموعيد والله طعن عليه بصفتي حق خلي لكم ده أن القرد دققوا فيها شوية عشانهم هنيجي ندرس قضاء التأديب التأديب المستحدث المديد اللي اتدخل فيه نيابة الإدارية وكمل المشوار لمجلس الزوجة عندما يجدر حق أسميه حق أطرع عليه ازاي؟ أطعن عليه بصفتي القرار؟ ولا أطعنه بصفتي الحق؟ كل هذه مبارات يمكن أن نحن نتناقش فيه طيب، تعالوا بأني مش الحالة ونقولي دخلنا مجلس الدولة جاء لك عضية واسمحوني أسترشل مؤقتاً لبعض نمازي جاء لك أيضاً ترقية أو فصل قال لك يا أستاذ يا أستاذة أنا أصدق القرار في حق أنا مش باطل بالقرار أول حاجة هتقول له إيه؟ هتقول له إيه؟ ها؟ نتفاعل بقى عشان ما ننسيش هتقول له إيه؟ نعمل إيه؟ كمين أبقى أول حاجة التضرب أنت بقى ساعتك عارف طيب التظلم ده وجوبي ولا اختياري أنت عارف بقى متى يقوم التظلم وجوبياً ومتى يقوم التظلم اختيارياً وما هو شكل التظلم أبقى هنا أول حاجة هتظلم بس أضع أمامي إيه؟ المعاد أضع أمامي إيه؟ العين المعاد أبقى أول حاجة هنظر إليها والمقراص احتلتها بالتظلم فمين يصير بالتظلم؟ مثلاً عالي عفين سيساً تظلم طبعاً قضاءة داني؟ نشوف نشوف من المتبعين؟ تظلم وجوبي أساني الأستاذ تعالوا نتخيل أنا قرار صدر من رئيس إحدى الجامعة وبالمناسبة ده تعالوا نتعاش مع قضية بتضم كل هذا الموضوع ونخرج في النهاية مين لصح؟ حكم المحكة أم رؤية المحارب في غدوم إلى عام 2017 صدر قرار بتعيين كل هذا اللي كان تعال على القرار الأول مصلحة انتهى الهدعين هذا فوق الرئيساً من الجامعة القرار الأموري ولا ما زالت مصلحته قائمة في إرجاء القرار بتخطينه في التعليم؟ فضل يعني هنا أصدع بيش محلي؟ للقرار الأول؟ مرافقين يا جماعة؟ ها؟ قد تظلم من التخطي بس هنا الطعن الآن هل يقولك الطعن في القرار الإداري الأول؟ ليه محلي؟ هو عوزي عليه هالي؟ معنىش ها؟ حاوزي تقول ليس جماعة؟ يعني ما أنا استبني عن الطعن الأول بالطعنتين؟ يمكن؟ طبعا قلنا كده هنعمل كيف التظلم؟ من مصلحة هنا موكلة خلي بالك بقى انت فاوت مع هذا التظلم من مصلحة الموكل بتاعك انه يتمسك بالطعن في القرار الأول ولا ما يتمسكش منه؟ ليه؟ ها؟ عشان ايه؟ عشان تظلم موما تظلمش بالقرار التاني هو تظلم بالقرار ايه؟ عم مصلحة التمسك بايه؟ بسليان الدعوين ايه؟ ولا بانتفاق لها واحدة؟ هنا بقى شغل المحامة شغل ايه؟ المحامة 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 نتوكله اخطأ ولا ما اخطأش؟ اخطأ وتظلم نجوبة تظلم نجوبة فهنا تظلمت فهم مصلحة المحامة اليتمسك بايه؟ بسليان الدعوين وبالفعل كتب فيهم تقريرين كتب فيهم تقريرين تقرير اول بيقول فوات المصلحة وتقرير تاني بيقول فوات المحامة فاللي بابت رغم ان القرار منعدل اتعرف مع بيقول خلال عبد المسكرات ما هو شكل الاعلان هنا؟ لانه بني انا من عرضه انت قراجل محام قراجل قضاء جايز قراجل قضاء واقف انت تتعامل بما تنطق بيه الاوراق ما احنا قلنا هون في القضاء اليداني القضاء العادي اللي تنطق بيه الاوراق ما بيتفتساش الاوراق بيطلطق بيتقول ايه؟ بيتقول امني العارض العارض غرر غرر مش احنا انا داع دي من اقول ايه؟ ممكن اكبر ما عندنا يا عروان ما اقول ده ارتصة مش ازاي مصدر القرار لكن انا دا ادروه كرجال محامين بانتوقف عند المفرارة بانتوقف عند المفرارة اقول ايه غرر وممكن لو كان يفتح شرعي اقوله دخل فبالتالي ما تدمجهاش مع ليه مع قيار ده مش التواصل معي يعني أصيب إذا كده المحامي الجدد ده لهو بيفهم شوية بالفكرة شوية جد شدد ها موادن الأدام الإسلام موادن الأخيار اختلفت معاية الدمواتي المنم أنا عرفنا شكل ايه التظلم ولجأنا بفضل المنازعات ثم لجأنا لتقرير المفوضين تقرير المفوضين انتهى شوف مراحل الدعوة هو أنا لاخرصتها في شكل عظيم تقرير المفوضين قال ايه؟ أي بالنسبة للقرار الأول ها فوات ايه؟ فوات محل القرار الثاني فوات مصلحة تاني قال ايه؟ فوات ايه؟ لا 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 فوات محل والتاني فوات مصلحة فوات محل ايه بقى؟ هولا فوات تدعم على ايه في القرار الأول؟ على تكليفه من كبر رئيس المزراء طب هو كان تكليفه ايه بقى؟ القيام بايه؟ طب هو اصبح قائم بعمله؟ ها؟ ما فيش محل ده رؤية اتنين؟ المفوض تانية بقى فوات المصلحة فوات المصلحة ايه؟ قالوا ايه؟ الطاعن ده كان نائما من رئيس الجامعة الطاعن كان نائما من رئيس الجامعة بل يعد النائب الاول خليكم معايا؟ بل يعد النائب ايه؟ الاول وانتوا درستوا الحيول الوجوبي اعطاق الله وفاكرين ده سمو الحيول ايه؟ هنا شو بتلاعب بالالفاظ ايها يا رجل قانون؟ عندما بقولي عن نص في القانون تسعة واربعين ايوان تسعة واربعين سيكون سابعين وايضا القانون مية والتلاتة سي واحد وستين لم يوضع اعتلاطاً مش ناس اعلى كانتش بخشان لا ده مقى الغيابة هي كان يقصد ايه غيابة؟ فاهم المفردة يقصد بها ايه؟ ايه؟ الغيابة اسمع بقى؟ تعال اغيابه بقى تبغيبه سكر خارج البلد؟ مقران؟ موس مالة؟ موس مالة؟ موس مالة؟ موس مالة؟ 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 يعني كلمة ايه؟ تحتمل اكثر من ايه؟ احنا متزعة ولديئة متزعة متزعة غاب سافر اعتكف ها؟ اتخانم عمراته واقع في بيت غاب مين يحل الوجوماً حوله؟ النائل ايه؟ فالراجل بقوله انت ازاي انا؟ وفقاً للحلول المجوبي تصدر قرار بتكليف شخص تاني ادنى مني بالعمل اه؟ اه؟ انا ناقل نص المادة واحد وخمسين من هنا ونص المادة واحد وربيعين من هنا لانه اسقط الحلول الوجوبي ولذلك بقولك يا استاذ يا محامي عندما تعرض عليك قضية في الترقية او في التخطي او في التعيين انظر للمجال اللي بتحكم فيه اساس قدامك اللي هم واحد وثمين ستاشر على يمينك تسعة وربيعين وثنين على شمالك مئة وثلاثة واحد وستين على تركت طبعاً فضلاً الدستور المبول عنك المرجع الاساسي فبالتالي ادع دول امامك واذا قول الله هو انت مجيد من ايه من حلول وجوبي؟ اقول له اه طب هنا فات المحل ليه؟ فاتت المصلحة ليه؟ قال له ايه لأنك خلي بالكم بقى لأنك فصلت قبل صدور الحكم تاني او لأنك انتهت فترة نيابتك لاربع سنين قبل صدور الحكم أبقى أبقى هين فاتت عليه المصلحة ولا انفدتش المصلحة؟ طب لو انا بقى يجيب بقى فلسفة فرنسية قال له لا بالزنب أنا المصلحة قائمة وقت رفع ايه؟ ها؟ مجلس الدولة ومصر وقلتك ايه؟ سليان المصلحة ايه؟ طب وهل ده أمر مسلم بيه؟ ما بين أحكام الإدارية العلية؟ لا اختلف القراء فيه أحكام تجدها سليان المصلحة حتى صدور الدعوة وأحكام تجدها سليان المصلحة وقت رفع ايه الدعوة ومن هنا صدر الحكمينين والأول مرة في القضاء الإداري رئيس المحكمة يسمع بالمرافعة لمدة ساعة ومصر ومصر يسمع بالمرافعة الشخصية نهد الساعة لمصر لكن زي ما قلتكم في النهاية رمى قدرته على الطعن في القرار المؤمن السليسية خلق لي أن يبعد وينسحج وسلم بأمره إبلاك إذن هنا قدرت أختصر أختصر إجراءات رفع الدعوة الإدارية تبدأ بإيه؟ ثم ثم المحكمة تحل المفوضين ثم ثم تحدث داية جلسة وأنت تجمع ذلك بكتالة المذاكرات تحل المفوضين ثم ثم هنا تحل المفوضين ثم أغطين ثم ثم الآن ينفت ما لنفت اشتركوا في القناة فلما أرد عليك رفع الدعوة في الحال ما نقول لك؟ هي حتى النص علىها في الكتاب ده قلت لك دي تتعامل معها إزاي؟ وقال لي حق لي أن اقتطعنا على قرار باعتباره صدر من مرفق حكومي والرقيب على الأمر الحكومي من مجلس الدولة وقدر الراكب إيه؟ القرارات الإدارية والألجأ للعمال وأخليه يحاكم أو أطعم عليه بمختلق القانون اللي هو 12-22 نشاهده أعرضها في سياق البلدان فهل ما نبقى؟ نحن قلنا نتكلم عن دعوة إلى الله قبل مخرج من التظلم في سؤال إحنا قلنا نحن ندرس كم دعوة؟ دعوة إيه وإيه وإيه؟ إلغاء، تعويض، تأديب، قلقة تأديب داخل هل يشترط في دعوة تعويض ما يشترط في دعوة الإلغاء؟ تاني بقى أنا قلت في دعوة الإلغاء، بمشي على نمط معين تظلم، غوبي، ثم فضل المنازعات، ثم إجراءات معينة في رفع الدعوة الإدريع من مجلس الدولة؟ هل يشترط ده في دعوة تعويض؟ ما نقول من القضاء الإداري إيه وإيه يا شباب؟ إلغاء وتعويض، يلغي للقرار يعود على القرار نتيجة ما أصبك من انخسارة وما فتكك من كذب أبا هنا هل يشترط هذه الإجراءات في دعوة تعويض كدعوة الإلغاء؟ نقول هنا بقى وفك المكتوب أبين أن المشرع وتبعه في ذلك الفقه والقضاء في نصف أبا هنا بستبعد الفقه والقضاء الفرنسي أبا أقول بقى اللي بيحصل في مصر في دعوة تعويض في الحقيقة لم يولوا عنايتهم بهذا الأمر وانتوا درستوا يا شباب المنطوق والمسكوت عنهم ولا نسيتوا بقى في صور الفقه المنطوق والمسكوت موجود بقى الدراسة كلها بتكمل بعدها إزاي؟ المنطوق والمسكوت أقص عليه؟ أقص على المنطوق والمسكوت أقص على المسكوت ولا ده بيعبر عن ده؟ طيب تبتالما سكت عنه المشرع ولم يتعرض له الفقه والقضاء ماذا أفعل؟ في الحقيقة المشارع المصري وكذلك الفقه رجال القانون والقضاء لم يولوا عناية بهذا الأمر لم يولوا عناية سوى بموضوع التظلم الإداري في دعاوة الإلجاء ولم يتكلموا عن التظلم الإداري في دعاوة تعويض موضع صدى القرار بإحايته للمعاش وجرى جيل السود رفع دعاوة بطلب التعويض نقول له يجب عليك أن تتظلم وأن تلجأ لفض المنازحات وأن تتبع كافة الإجراءات المنصوصة عليها في دعاوة الإلغاء باعتبار أو باعتبار أن مجلس الدولة إلغاء وتعويض وأن يقول له لا 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 ما تتقيطش نفس الإجراءات طالما سكت المشارع ألجأ هنا إبقى أشوف هل هناك نص يمنعي؟ هل هناك نص يلزمي؟ هل هناك نص يلزمي؟ يتأكل إطلاع المحامل أستاذ المحامل يقرأ الذي يقرأ المطلع على أحدث الأشياء أحدث الأحكام في مثل هذه الحالة طالما المشارع لا تكلمش وطالما الفقه لا تكلمش رجال القانون هل هناك سوق قضائية ولا لا؟ فيه تمشوف هذا إطلاع المحامل على الأحكام على الأكس من فرنسا حوضي موضوع الطعم على الطعم على القرار الإداري بالنسبة للدعويد بعناية فائقة فهنا نقول أن القضاء الإداري النسب بيشترد وفقا للعرف الجيل للعرف الجيل وإنتوا عارفين مصادر التشريع ده خفا العرف ولا؟ صح؟ وفقا مش وفقا للنص العرف الذي يرقى لمرتبة الإنذان أن دعاوة التعويض يسلع ما يسلع عليها من دعاوة إيه؟ الإلغة ده وفقا للعرف إيه؟ إلغة طيب 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 نعم نعم يمكن أن ترفع دعوة للدعويد مرفقة دعوة إيه؟ إلغة ويمكن أن ترفع دعوة التعويض مستقلة عن دعوة بس هنا الإجراءات الأولية الإجراءات الأولية أمشي ستعبها والنجا صدر القرار بقى حقيقتك وإنتوا مرفعتيش طلبك يا احتياطي أو طلبك الثاني التعويض هيا يا جوز أنت ضروا التعويض بعد كده؟ يا جوز يا جوز يعني ما قالوا إيه؟ بطلبك يعيز الدعوة التعويض يمكن أن ترفع مرفقة دعوة إيه؟ إلغة ويمكن أن ترفع مستقلة عن دعوة إيه؟ إلغة أخذنا ده منين؟ ما النص المشابرع ولا من العرف الذي انتقى إلى مكتبة الإنزال ما فيش نص عليه لخلال الفضاء الموضيف والإجراءات الأخرى في دعوة إيه؟ طالعا هنا في شكليات جوارية ما تحسسها عند رفع الدعوة أقول لك مثلاً هناك في مولومة عيوب القرار أنا قلت القرار يجب أن يشترك فيه شرطي امكان ومشروعي. امكان ومشروعية يعني اذا كانت قراره غير ممكن وغير مشروع بطعم عليه? نعم? استاذينك يا سادة. حضرتك هتتفضلي. بس احنا هتقول اولي احسابنا عشان يبقى متفقين على النظام. احنا عندنا المحاضرة من الساعة اثنين لاربعة. عشان زبايلكم فيكم الساعة اثنين ويمتظر نصف ساعة عشان تبدأ المحاضرة حرام ان هو يمتظر. خلاص رباس او. فاحنا من اسبانيا الساعة اثنين اثنين ونصف في البصمة بره. يعني جاي بعد الاثنين ونصف مش حيثوا متفقين. معي وبالتالي بلاد تساعة اربعة اجابنا ده مأخص العفوة. اللي ليه اي مطلق شخصي. هنا عندنا هفت بدل الحفوة. عشان هلتزم الساعتين المولودين. يبقى من بره جاي يا جماعة. النهار ده هو من انا كان اثنين ونصف. فبالتالي محاضرة بقى ومشوف زاد نصف ساعة. زبايل المنتظرين. الخروج والدخول ده مش مسموح بيه. يبقى هنعطي البصمة هو عشان شزع ساعتين ونصف. جيب عشان دي نرسل ونشفون عن جانب. والاستاذ دي هنضروف هنفضل. خلاص هانت يعني مش منقول لها. هانت يعني كلها بقى ربع ساعة وخص. ربع ساعة بازن الله تعالى نستكمل منها عشان نبني علي جايب. نعم. تعالي. خط. على أمام niżها. يا يا يا. يا يا. يا يا ياzkigo. أمام لعضان. يا يا أحزار. ، والاستاذ يا حضرني قال اسمع منه وضع امتحات وضع مدرجات كبيرة بس احنا مش جايين عشان نفو الدرجة بس احنا جايين اسمع حضرتك ومشو بتالينا الشرق وجايين كمان عشان نقول وحضرتك مش نسمعون احنا مش جايين بس نقص الحكاة ونقول اللي فيك احنا جايين اسمع من استاذ الجليل ومخصبه استاذ ماضي جليل وعارض من النظر وشعارك السعود يا جماعة نسمع بعض انت قالت نسمع بعض نسمع بعض انا هرد على حضرتك هرد على اساس بعد بعد ما الاساس الدكتور يخلص انا انا جاي لك مخصوص عشان حيث انت سلح دلتها دي صوت هقول المحاضر محاضر 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 زموة بلازم موضوع طيب ادي اعمل له جوشت مش مبتنة فما اجيب اقول ايه بقى قول انا باعرض واعمل لك قص في ذهن ثم قمنا ايشني خلاص انا عرض هل انتهيت من العرض هي او استاذ يا مرحبا ما انتهتش من الارض اتنين او مفوت احباب النقار استاذ الفاضلة متجود بقوب دي الكانينة ملعتك رامل له الحقيق لا او مخلص العرض مش عالى راجل اول هو مش مختلف مع حضرتك هو مش مختلف معاه هو بيقول ان ايز النقابة العامة يبقى في حوار العكس المحاضرة جميلة واحنا مستمتعين بس ده فقف التجمع هو ايه اه اه بتنفاع عملية داخل المحاكم معركة المحامات متبقاش محاضرات اكاذيمية وفقتة دا بده تكون فيه محاضرات خاصة بالشباب لان برضو هم جايين يتمتعوا متصلح عايزين متصلح جدا يا رفين فهو اه اه هو بيكلم هنا مقدرت المحص مش بيتكلم حضرتك طيب. بنقبتك ايه يبرك بقوتك يا رفين بنقبتك يبرك بقوتك يا رفين لسه قد تقوم فيه بخالدة بقراع وانا كنت معاه قبل المحاضرة وان احنا هنحاول قادرة المعرض اللي هي تصف لكم ما بين الاشنوب الفقري والتشريع وما بين الحياة العملية والسياسية والمقابية ويبقى فيه مفاعلة مع الشباب داخل المحاضرات وبنحاول نرسل في خيره. هو الحقيقة يعني هو المفترض يعني عشان المحاكاة اصدق يعني يكون فيه محاكاة دول النقارة يعني النوع ده جاي انا في محاضرة في الجامعة بج سروج خلاص ونتوا عاقينة دي انت دراصص الجامعة الازر النوع خلاف النوع النوع ده البس له روج بشكل وكذا والنوع ده البس له روج بشكل وكذا خلاص فبا خلوهم تعايشوا معي ايه ققاضي وكمحاني خلي بالكم هنا المفروض ان انا جاي ايه بس انا اه امور تكريفية امور تكريفية انا هنا التزم بما تراه النقارة اعودي دكتور على كرس لها ولا كرس لها اعودي انا اعودي هنا خلاص التزم ما انا ايش هم ادرا بس فانا اقول لي ساعتك احنا عرضنا عرضنا ثم بيعقل اثناء العرض كان فيها عصر ده متفكر وانا شايفي منه شايف ناس نايمة وشايف تسعة وتسع وتسع وتسعين في المئة صحبين اه التسع وتسعين في المئة دول لو فيهم اه خمسين في المئة منتبه وبيحاول انا نجاح انا انا ساعت اه اه ممزوم بعصف زيني ثم النقاش طبعا نتلاقش في ايه ده السؤال بقى في موضوعات عامة ولا موضوع المحاضرة في نهاية حقيقي انا بشكركم على الحسن الاستماع وسعيدكم المهاردة والسلام هنا اذا اتبعنا اشتركوا في القناة